الحليم الشكور يغفر الظنوب ويستر العيوب ويجيب الدعوات ويكفر الخطيئات ويرفع الدرجات وهو الغني الكريم نحمده على نعمه وآلائه ونشكره على أطائه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرد العبادة لمصالح العباد وشرع المناسك لنقع الناس ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بحيمة العنآم واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفجيه وخليله أكمل به دينه وأتم عليه نعمته ورفع ذكره وأعلى شعنه وهد الخلق به فهو الرحمة المهداد والنعمة المسداد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد تقوا الله تعالى يا إباد الله وأطيعوه واعتبروا بمرور الليالي والأيام فها هي الأيام الفاضلة خير أيام السنة تنقذي ثم يختم العام فنستقبل عامًا جديدًا فماذا أعددنا للرحيل وماذا قدمنا ليوم الوعد والوعيد والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يا لها من أيام مدت كما مدى غيرها كانت آمرةً بذكر الله تعالى مليئةً بالشعائر المقربة إليه سبحانه فأخذ حظهم منها الموفقون وديأها المحرومون وغدًا يجد كل عاملٍ ما عمل أمامه في كتابه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حادرًا ولا يظلم ربك أحدًا وحقيكم بالإباد أن يشكروا الله تعالى على ما هداهم لدينه وعلى ما علَّمهم من شرائئه وشاعره وعلى ما وفَّقهم من تعظيمها وأدائها فإن الهداية نعمةٌ والعلم نعمة والتوفيق للعمل نعمة وكل نعمةٍ تستوجب الشكر والشكر نعمةٌ تستوجب الشكر حتى لا ينفك العبد في كل أهيانه أي شكر الله تعالى والإنسان أي إنسانٍ إما أن يشكر وإما أن يكفر ولا ثالسة بين الإثنتين يقول الله تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ الصَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ومن قرأ القرآن بفحمٍ وجد أنه يعلم قارئه شكر الله تعالى على نعمه ولا ثيم نعمةُ الحداية للحق والتوفيقُ له والعملُ به وظالكم هو منحَجُ الأنبياء عليهم السلام كما أرده القرآن ابتلي يوسف عليه السلام بالسجن فلم يلتفِد لهذا الابتلاء العظيم في مقابل نعمةٍ هي أعظم منه وهي نعمةُ الهداية فقال سبحانه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نُشرك بالله من شيء ذلك من قدل الله علينا وعلى الناس ولكن أكبر الناس لا يشكرون ولا هضى نبيُّ الله تعالى سليمان عليه السلام أن ما هُدي إليه من دين الله سبحانه هو بصبب حداية الله تعالى والديه للإسلام فصعال الله تعالى أن يُلحمه شُكر هذه النعمة العظيمة فقال رَبِّ أوزِعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ولما كانت الإبادات بأنواعها والشراعِئ بأحكامها نعمٌ من الله تعالى على إباده تُقرِّبُهم إليه ويُجزون عليها في الآخرة أعلى الدرجات وينعمون بصببها في الدنيا بصلاح قلوبهم وأحوالهم ومعايشهم كان لابد من شُكر الله تعالى عليها ولما منح الله تعالى لُقمان الحكمة طالبته بالشُكر لأنه هُدي بما أعطاه الله تعالى من الحكمة للتي هي عقوَم فصلحت أمور دينه ودنيا يقول الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ولولا رحمة الله تعالى إباده بإنزال الشراعي وهدايتهم لها واتباعهم إياها لداءوا وذلوا وعصموا وخسروا الدنيا والآخرة ففي العلم بالشريعة يقول الله تعالى يُبَيِّنُ الله لكم أن تدِلُّوا والله بكل شيء عليم وفي الهداية لها واتبائها يقول الله تعالى وَلَوْ لَا فَدْلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا اتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ويتقرر في القرآن ختم آيات الشرائي والأحكام بذكر الله تعالى وشكره عليها ففي آية التيمم يقول الله تعالى ما يريد الله ليدعل عليكم من حرج ولكن يريد ليضحركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وفي آيات السيام يقول الله تعالى وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وفي آيات الحج وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وفي آيات كفارة اليمين ذلك كفارة عيمانكم إذا حلفتم واحفظوا عيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وفي بيان الحلال والحرام يقول سبحانه قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْكٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّاهُ عَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَرْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ولما كانت منافئ المناسك كثيرة وكانت شعائرها كبيرة جاء القرآن بتكرار الشكر في آياتها فالبيت الحرام موضع المناسك والمشاعر قد قُلِّف ببنائه عبدٌ من عباد الله المتقين الشاكرين وهو الخليل عليه الصلاة إذ وصفه الله تعالى فقال إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين شاكرًا لعن أمه والغرد من بناء البيت أداء الإبادة فيه شكراً لله تعالى كما يدل عليه دعوة بانيه عليه الصلاة يقول الله تعالى رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي دَرْءٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِي قِيمُ الصَّلَاةِ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْذُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وفي أيام الحج شرع الله تعالى التقرب إليه بضبه الأنعام وهو واحبها ومسخرها ويعجرهم عليها وعلِّلت نعمة تذليلها وتسخيرها بالشكر فقال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِئُ وَمَشَّارِبُ عَفَلَا يَشْكُرُونَ كما أُلِّلَتْ نِعَمُ التَّقَرُّبِ إلى الله تعالى بزبحها ونحرها بالشكر وقال تعالى وَالْبُدُنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَازْقُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاب فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَعَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَقِرُ فقال تعالى فحريٌّ بنا إباد الله ونحن نودِّئ هذا الموسم الكبير أن نلحظ نعم الله تعالى علينا فيه وفيما شرع فيه من الشراع والمناسك وفي كل أحكام الشريعة وعبوابها وتفصيلها فإننا إذا سجأرنا ذلك لهجنا لله تعالى حامدين شاكرين وعتينا مواطن الحمد والشكر وجانبنا مواد الجهود والكفر يقول الله تعالى إن الله لذو فضلٍ على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بارك الله اللي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائل المسلمين والمؤمنين من كل غم واستكفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى يا إباد الله وعقيئه واتسقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يزلمون أيها الإخوة هنا يدرك المؤمن ما منَّ الله تعالى عليه على البشرية من نعمةٍ ببيان الدين وإنزال الشراء يمتلئ قلبه بمحبة الله تعالى ويلحج لسانه بذكره وشكره وهنا يستشعر نعمته سبحانه عليه بالهداية للدين الحق وتوفيقه إياه لعداء شرائع هذا الدين والتمتع في رداه يُكسر من حمد الله تعالى والشكره لأنه يرى من صرفت قلوبهم عن الدين كله أو بعضه من الكفار والمنافقين وأهل الكبائر من المسلمين ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الحندق يرتجز قائلاً والله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فيا أيها المحديون للدين الحق ويا من أظَّمتهم شرائع الله تعالى وعديتم فرائده وفارقتم محارمة ووقفتم عند هدوده أشكروه سبحانه على ما هداكم وكرِّروا الشكر مع تكرار مواصمه العظيمة فإن مواسمه سبحانه نعم وما فيها من الشعائر نعم وما يُكتب فيها من الأجر نعم وما يتنزَّل فيها من الأفو والمكفرة والرحمة نعم كل أولئك نعم أنأم بها على الإباد فحريٌ بهم أن يشكروا الله تعالى ويهمدوه ويكبِّروه عليها وعلى ما هداهم لها ووفَّقهم لأدائها يَا مَنْ صُمْتُمْ أَشْرَزِ الْحِجَّةِ أُشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى أَلَى ذَلِكُمْ وَيَا مَنْ صُمْتُمْ يَوْمَ عَرْفَهُ وَهُوَ يَوْمٌ يُكَفِّرُ ظُنُوبَ سَنَتَيْنْ أُشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى هِنَ هَدَاكُمْ لَهُ وَأَعَانَكُمْ أَلَى صِيَامِهُ وَيَا مَنْ زَبَحْتُمْ أَدَاحِيكُمْ أُشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى أَلَى مَا وَصَّعَ عَلَيْكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ أَثْمَانِهَا وَمَا هَدَاكُمْ لِتَعْظِيمِهِ سُبْحَانَهُ بِذْزَبِحِهَا وَمَا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْ لَحْمِهَا يَا مَنْ أَقَمْتُمْ أَيَّامَ الْأَشْرِ تَرْتَعُونَ فِي طَاءَةِ اللَّهِ تَعَالَى أُشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى إِذْ هَدَاكُمْ وَعَانَكُمْ أَلَى الصَّوَارِفِ وَالشَّوَاغِلِ وَعَلَى النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءٍ وَيَا مَنْ حَجَزْتُمْ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ أُشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى حِينَ اختَارَكُمْ لِحَجِّ بَيْتِهِ وَوَفَّقَكُمْ لِعَدَاءِ فَرْدِهِ وَقَدْ هُرِمَ ذَلِكَ مَلَايِّينُ الْمُسْلِمِينَ وَمِلِيَارَاتِ الْبَشَرِ وَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ نُوَفَّقُ إِلَيْهِ فَهُوَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِدَايَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ وهذا هو معنى قوله تعالى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أي نستعين بك ربنا في كل أمورنا حتى فيما أمرتنا به من إبادتك وَلَوْ لَا عَوْنُكَ لَمَا عَبَدْنَاكَ وَمِن ذَلِكَ وَسِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين قال له يا معظ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معظ لا تدعن في دُبْر كل صلاة تقول اللهم أعني ألا ذكرك وشكرك وحسن إبادتك رأه عبو داود اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وإنما كنت feasible قبل إن عَلَّهُ اللَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ وَ اسْلِمِbase يفترضى متبدي له ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر